مستسبينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم عبر الميادينيوز من هنا من جامعات سيد محمد بن عبد الله بالضبط مختبر الدراسات النفسية للشماعية والتقافية ننقل لكم ندوى حول نزال الحوز ورهانات بناء الدولة للشماعية بالمغرب تابعونا أحمد أمان طالب باحث باسمك الدكتورة بكلية سيد محمد بن عبد الله بكلية العلوم الإنسانية ده المعرز كنحيي المشرفين على الدولة العلمية دورة هينية اللي بيتنأكد عليه بالنسبة للبحث السوسيولوجي فأننا أصبحنا أمام نعيشه في زمن الكوارث ففي الوقت الذي لازل لم يتعافى المغرب من مخلفات كوفيد-19 جاء زلزال الحوز وبالتالي على العلم السوسيولوجيا أن يقدم ترسان مفاهمية وميطولوجيا للتعامل مع مثل هذه المواضيع حيث هناك مجموعة من العوامل هناك العوامل الزمني الذي يخص الإسراع في تدخل الباحث لعدم ضياع المعطيات كما أن هناك صعوبة العامل المجالي وصعوبة المجال المتضرر وكذلك في السوسيولوجيا الكوارث لا تهتم بالناجين ولكن بالمصابين والموتى وبالتالي يجب هناك إبداع من طرف الباحث للوصول إلى هذه المعطيات ولا يمكن الوصول إلى هذه المعطيات إلا عن طريق تقنية التشريح الاجتماعي كما أن هناك العامل الأخلاقي حيث على الباحث أن يعرف كيف التعامل معينا تتكون خصوصا من أناس تعيشوا ظروف نفسية واجتماعية قاسية كما يمكن إضافة عامل آخر هي الموضوعية حيث في السوسيولوجيا قبل أن يكون باحثا فهو إنسان وبالتالي لا يمكنه إلا أن يتأثر بحجم الضمار وحجم الخسائر المادية والبشرية وشكرا ليلى جوران طالبة باحثة بسلك الدكتورة مختبر دراسات نفسية والاجتماعية والثقافية من أي مدينة؟ مدينة مراكش أولا توفق مختبر دراسات نفسية والاجتماعية والثقافية في اختيار موضوع دورة هينية موضوع اللي متمث فقط ساكنة الحوز وإنما يمث المغرب ككل فبالتالي هاد الندوة غادي تعطي الزلزال الحوز لبعد الأكاديمي البعد العلمي في دراسة واحد المجموعة دي الضواهر ارتبطت بزلزال الحوز في تلك الفترة المداخلة ديالي ركزت بشكل كبير جدا على أشكال تضامن الاجتماعي خلال كارثة زلزال الحوز وركزت على عمل المجتمع المدني كنموذج بحيث تطرقنا الواحد المجموعة ديال الجمعيات والمجهودات ديالها اللي درتها طيلة الفترة ديال الزلزال وما بعدها الزلزال بحيث أن من نتائج ديال البحث هو أننا ركزنا على الأبعاد التي يشتغل عليها المجتمع المدني سواء البعد التضامني اللي كان على المدى القصير سواء البعد الدعم النفسي الطرباوي الاجتماعي اللي ما زال محتاجه الساكنة لوقتي تم الاشتغال فيه على المدى المتوسط ثم أخيرا البعد الترفعي واللي يشتغل عليها هيئات المجتمع المدني وذلك على المدى البعيد ترفع من أجل فئات الهشة ترفع من أجل ساكنة المناطق ومن أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة في احترام تام لخصوصية الساكنة ولتقافة المحلية للساكنة فهو يستهدف بشكل كبير جدا الأطفال والمتمدرسين داخل منطقة الحوز لتضررات بشكل كبير وتضررات البنية التحتية ومن بينها المدارس فبالتالي هذ الأطفال هذو كانوا محتاجين بشكل كبير جدا لدعم نفسي لدعم اجتماعي لدعم طرباوي وهذا الشيخ ده وبعلي الاعتبار وهذه هيئة المجتمع المدني اللي قمنا لاخدنا كعين البحث دينا داخل هذا المقال العلمي شكرا جزيلا لكم